قلبي عليه متيم وبحب أحمد مغرم خير الأنام الملهم صلوا عليه وسلم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صلي على محمد وسلم تسليما كثيرا هذا الحديث الرابع العشرون من باب التوبة من كتاب الرياض الصالحين هذا الكتاب النافع المبارك الذي عم خيره واشتهر ذكره ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا من علامات القبول له في الأرض وهو الذي يؤسس مسائل التزكية والمجاهدة على الطريقة النبوية الشريفة هذا الحديث يذكر يعني يؤسس مسألة في قضايا التزكية من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين حالهما عجيب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنه بتعبير خاص هذان الرجلان رجل مسلم مجاهد بطل يجاهد الكفار فيأتي أحد الكفار فيقتل هذا المجاهد يستشهد هذا المجاهد يدخل الجنة نحن الآن لا نستطيع أن نحكم على هذا الكافر القاتل بجنة ولا نار ما دام في هذه الحياة الدنيا نقول إن مات على كفره دخل النار قطعا لكن ما يدرين لعل الله عز وجل أن يسر له التوبة والإسلام والإسلام يجب ما قبله وهذا الذي يحصل مع هذا الكافر فإذا بهداية الله عز وجل تدركه فيسلم ويقاتل مع المسلمين ويترصد له كافر آخر فيقتل هذا الذي كان كافرا وقتل الشهيد الأول يقتل مسلما شهيدا بطلا مجاهدا في سبيل الله فيدخل الجنة ويلتقي بصاحبه الأول في الجنة على سر متقابلين ليس في قلوبهم أحقاد ولا أضغان فيخبر بهذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصيغة الجديدة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة قالوا كيف يا رسول الله قال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد هذا الحديث متفق عليه فالصحابة عجبوا لما سمعوا خبر أن الرجلين في الجنة الأول عرفنا لأنه قتل مجاهدا في سبيل الله فأخبرهم أن الرجل الآخر قد منى الله عليه بالإسلام فتاب وأسلم ثم صنع صنيع وأن الرجل الأول قاتل في سبيل الله فقتله الكفار فدخل الجنة شهيدا هذه المسألة مهمة في قضية التزكية وهي أن لا يدخل الشيطان على إنسان بأنه قد صنع ذنبا لا يغفر وأنه قد أغلق في طريقه باب التوبة وباب التزكية والمجاهدة هذا من وسواس الشيطان ومن أساليبه الخبيثة التي أغوى بها جمعا من الناس قنطهم في رحمة الله عز وجل فيقول القائل لنفسه إذا كان هذا الرجل قتل أحد الصحابة وهذا حاصل ألم يكن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه على مقدمة فرسان المشركين في معركة أحد وهو الذي خرجت صعد على التلة وقتل من الرما ثم نزل وكانت هزيمة المسلمين في جزء من ذلك اليوم في أحد ألم يكن أبو سفيان رضي الله عنه قائد قافلة المشركين التي كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقصدونها سببا في معركة بدر ثم هو الذي جيش الجيوش مرارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه وألم تكن هند كذلك زوجه التي حشدت الناس والمشركين وحمستهم لقتال المسلمين في أحد ثم تاب الله على كل أولئك وجمع غفير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه كانوا في أول صدر أعمارهم محاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من الله عليهم بالتوبة فأسلموا وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالآن نقول أن شأن العبد في المعاصي في الختام في الحكم على الختام أثناء المعصية نحكم على المعصية بأنها معصية وأثناء الكفر نحكم على الكفر بأنه كفر هذا أثناء الحال الدنيا لكن في المصير والعاقبة هذا شأن العبد مع ربه هذا شأن الرب سبحانه وبحمده ليس لأحد من الخلق أن يدخل في هذه الشؤون أبدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل كان يعظ أخاه وأخاه يعني قريبه أو صديقه أخوه هذا مسرف على نفسه بالمعاصي فكان كثيرا ما يعظه فمر من المرات أكثر عليه فقال له العاصي يقول للرجل العابد الصالح دعني وربي إليك عني فخارجت كلمة من ذلك الرجل الذي كان صالحا أوبقت دنياه وآخرته قال له والله لا يغفر الله لك فقبض الله الرجلين وقال الله من ذا الذي يتألى علي لا أغفر لفلان يعني يحلف على الله أن لا يغفر هذا شأن الله سبحانه وبحمده أن نحكم من فلان في النار قطعا نقول فلان في النار إن مات على هذه الحال إن مات على هذا الكفر إن مات على محاربة دين الله عز وجل إن مات على شركه وهكذا لكن ما يدرينا العاقبة النهائية فقبض الله الرجلين وأحبط عمل العابد وغفر للعاصي وغفر للعاصي لكن الرجل المشرك إذا مات على شركه الرجل الكافر إن مات على كفره فإن الله عز وجل قد توعد أولئك الكافرين ومشركين أنه لا يغفر لهم لكن ما يدرينا أنهم يسلمون قبل الموت إذن كل ما كان من الثارات قبل الإسلام هو تحت الأقدام كل ثارات الجاهلية كل ربا الجاهلية كل ما كان قبل الإسلام من ذلك الكافر لا يحاسب عليه الكافر إذا أسلم هو تحت الأقدام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربا الجاهلية وعن دماء الجاهلية قال إنها موضوعة تحت قدمي ذلك في حجة الوداع أي ما كان من الكافر قبل أن يسلم لا يحاسب عليه بعد إسلامه ولا يعير به يقال وأنت صنعت كذا وكذا من الأشياء والعجائب التي كانت قبل الإسلام في هذا الحديث يعني إيقاظ القلب بعظمة الإسلام كم نشأ على الإسلام ملايين مليارات من المسلمين عاشوا على الإسلام لأنهم ورثوا الإسلام عن أبائهم ما شعروا بعظمة الإسلام وبعظمة هذه الهداية التي أهداهم الله عز وجل وفقهم إليها بين هذا الرجل وبين الشقاء الأبدي والخلود في عذاب الله عز وجل وقت يسير أسلم في ذلك الوقت اليسير فصار من السعداء ولا يدرك هذه السعادة ملايين البشر اليوم من المسلمين لا يعرفون قدر الهداية والعظمة عظمة النعمة التي أورثهم وعطاهم الله عز وجل إياها نعمة عظيمة جليلة الله عز وجل أنعم بها على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعظم هذه النعمة وأن نشكر الله عز وجل على أن أعطانا إياها في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا وفي حديث رواه إمة السنة رواء طبراني ذكر شيء من هذا الحديث والإمام أحمد أن الله عز وجل يضحك إلى عباده قنطين أزلين من قرب غيره أنه يغير عنهم وهم بجوار الفرج قريبين من الفرج لكنهم قد دخلوا في القنوط واليأس وربنا سبحانه وتعالى يضحك من هذا القنوط فنحن نقول أنه في هذه الصفات وهذه الأوصاف التي وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بها ربه نقول القاعدة القرآنية الكريمة محل فصل بين الجميع قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبعحمده هذه قاعدة فيها القول الفصل وفيها وفيها سلامة القلوب فقد نقل أئمة السنة هذه الأحاديث وأثبتوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندخل فيها بشيء من لا التشبيه ولا التجسيم ولا التعطيل ولا يعني الدخول على النص بما يفسده ويفسد المعنى دعوا الناس يسمعون هذه الأحاديث كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون مضمونها ويعرفون مرادها فإن الله عز وجل معنى ضحكه بعد إثبات الصفة أنه سبحانه وتعالى يرضى عنهم يرضى عن ذلك ويعظم قدره ويحب فعله سبحانه وبحمده هذا معنى من غير أن نفسد مضمون الحديث والغاية منه وندخل في أشياء تخرجنا من الغيات والمقاصد من هذه الحديث أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يفقهنا في دينه سبحانه وبحمده وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قلب عليه متيم وبحب أحمد مغرم خير الأنام الملهم صلوا عليه وسلم